أحبادكم مرة تانية وخلينا تنتابع أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة هتكون معنا نورهان طمان من مقار النادي الأهلي بالجزيرة نورهان صباح لهان عليكي وسمعينك ويعني بقالك كتير مطلعتيش معانا كمان في عشر الصبح في الأهلي فيعني بصبح عليكي وحكينا كمان مع الأخبار أكيد خاصة بالنادي الأهلي والفرق عايزين نعرف كمان الأجواء داخل النادي الأهلي وأخبار الجو إيه دلوقتي تفضل يا صباح الفل يا نهواند وصباح الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان الحقيقة طبعا نحن بنعتبر دايما برنامج عشر صبح في الأهلي ده يعني البرنامج الأقرب لقلبي فعلا وأنا بحب جدا أكون متواجدة معاكي يا نهواند طول الوقت طبعا نحن هنا من مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة زي ما عودناكم ونطلقكم على أبرز وأهم أخبار والأجواء طبعا الموجودة في النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم زي ما عودناكم وزي الأعضاء كمان ما متعودين أبواب النادي بتفتح للأعضاء والعملين طبعا بيقوموا على أكمل وجه بدورهم لاستقبال الأعضاء وطبعا الوقوف على راحتهم أما بقى طبعا يمكن الأجواء المناخية في الجو الحقيقة يعني يعجبني أنا جدا ويعجبك أنا هوند جدا أجواء بردة بعض الشيء ويمكن ما فيش شمس ما فيش حر في يعني في عدد يعني كويس جدا في المقر هنا من الأعضاء بيستمتعوا في الساعات الأولى من صباح اليوم أما بقى على طبعا صعيد الأخبار والفريء الأول لكرة القدم بعدما فرحونا مبارح بمواجهة نادي الإسماعيلي والفوز عليه بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة طبعا اللي احنا كلنا شاهدناها واستمتعنا بيها واستمتعنا بنجوم النادي الأهلي راحة خمس أيام طبعا بناء على قرار من الجهاز الفني طبعا قيادة السويسري مستر مارسيل كولر لللاعبين استغلالا لفترة التوقف الدولية في الأيام المقبلة كمان خليني أقولك يا نهواندي أنه يمكن طبعا الراحة السلبية هتكون فرقة جدا مع اللاعبين بعد مجهود كبير وشاق في المباريات المقبلة واستعدادا أيضا للمباريات القادمة ويمكن زي ما بقولوا المعمع الكروية القادمة لفريء القرى بنادي الأهلي والفريء الأول طبعا استعدادا أيضا لمواجهة سيمبا التنزاني إن شاء الله في ربع نهائي بطول الدوري السوبر الإفريقي في المباراة المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر وعلى ذكر سيمبا التنزاني فلعبوا النادي الأهلي حصلوا على التطعيمات اللازمة قبل السفر لمواجهة سيمبا المباراة اللي يمكن طبعا زي ما احنا عارفين هتكون زي ما قلت لكم يوم 20 أكتوبر وفي العودة هتكون يوم 24 إن شاء الله وبعد إن شاء الله تخطي يعني عقبة سيمبا التنزاني النادي الأهلي هيكون منتظر مواجهة سانداونز وبيترو أتليتكو والفائز من هذه المواجهة ويمكن طبعا النادي الأهلي كالعادة ما بيهموش هو هيقابل مين واللعبين هيكونوا إن شاء الله على أتم استعداد مع الجهاز الفني ويعني ذكرى الاستعدادات في طبعا المصابين للنادي الأهلي خبر سار إن شاء الله الرباعي هيكون جاهز في الفترة القادمة للمشاركة في التدريبات الجماعية وتحديدا محمود متولي وكريم ندفد السنائي الأقرب للمشاركة إن شاء الله في التدريبات الجماعية أما عمر السلية وصلاح محسن فلسه في بعض الرتوش على البرنامج التأهيلي والبدني للسنائي منتخب مصر الأول لكرة القدم واللي طبعا بيضم العديد من عناصر النادي الأهلي وعلى رأسهم طبعا كابتن محمد شناوي قائد فريق النادي الأهلي ومحمود عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية هيسافر إن شاء الله إلى الإمارات لخوض وديتي زنبيا والجزائر في المعسكر اللي هينتهي إن شاء الله يوم 17 أكتوبر الجاري والمبارتين هتقام في يوم 12 و16 أكتوبر الجاري وطبعا كل أمنياتنا القلبية لمنتخب مصر بالتوفيق وذلك استعدادا طبعا لتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم وطبعا على ذكر المنتخبات فالمنتخب الأولمبي أيضا هيخوض معسكر مغلق لوجهة الأردن وأسباكستان والديين وبرضو المنتخب الأولمبي بيضم العديد من العناصر لعبي النادي الأهلي وعلى رأسهم حمزة علاء حارس المرمى وأحمد نبيل كوكا لعب خط وسط الفري الأول لكرة القدم كل التوفيق أيضا لمنتخبنا المصري الأولمبي وطبعا فيه مبارياته القادمة أما بقى طبعا على صعيد الألعاب الأخرى ففي فجر اليوم وصلت بعثة كرة اليد برجال النادي الأهلي بعدما فرحونا وتوجهوا بالبطولة الإفريقية في طبعا الكنغو ورئاسة البعثة طبعا بقيادة كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي من باركلهم وأسعدونا وطبعا كالعادة رجال اليد يفرحونا بنتاجهم طبعا اللي احنا بنتشرف بها طول الوقت أما بقى على صعيد كرة السلة فيمكن دربي تكسير العظام يعني اليوم في ربع نهائي البطولة العربية ما بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري الحقيقة أنه طول الوقت مواجهة النادي الأهلي الاتحاد السكندري بيكون دربي مختلف وبطعم خاص لأنه النادي الاتحاد السكندري بيضم مع ناصر قوية جدا في كرة السلة على مدار أجيال متعقبة والحقيقة أنه طول الوقت يمكن دربي الأهلي والاتحاد يمكن هو الأهم في طبعا أي بطولة سواء كانت محلية أو عربية كل التوفيق لرجال النادي الأهلي اليوم الساعة 8.30 في البطولة المقامة في قطر دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الستوديو إحنا كمان بنشكرك جدا على التغطية الرائعة شكرا لزميلتنا العزيزة جدا نورهان طمعا شكرا لك